سرايا أعتقد أنه لما تولى ترامب فترته لغى اتفاقية المناخ ولغى الاتفاق الناول الإيراني ويعني خد قرارات عكس عكس الاستراتيجية الأمريكية الثابتة والراسخة في دواء صنع القرار ترامب يطلع قرارات أو رؤى والرئيس زي ما الدكتور نها بتقول دايما بيختلف في فارق التنفيذ لكن ترامب ضرب هذا الثابت في السياسة الأمريكية كيف تقرأ هذه الزاوية وهل يمكن أنه ترامب حل وصوله يمارس نفس اللعبة مجددا؟ شوف أنت أمام رئيسين الآن ترامب ظروف يعني واضح كده أنها مؤاتية أنه هو ممكن يكون الرئيس الأمريكي القادم حاسم لك الحاجات عن السياسة الداخلية في الوقت المتحدة الأمريكية والسياسة الخارجية فضل إحنا عايزين نركز على منطقة الشرق الأوسط يعني لأن إحنا في حالة حرب موجود في غزة ولبنان والمنطقة بتنتظر قرار في هذا الحرب وفي علاقات متوترة بين أمريكا وبين إيران وما بين إسرائيل وما بين إيران في حالة حرب مستمرة بين إيران صحيح وبين إسرائيل في صانع القرارات في منطقة الشكل الأوسط الآن وصانع الحرب اللي هو رئيس الوزراء ناتنياهو رئيس الوزراء ناتنياهو رئيس إسرائيل بيتهيق له أنه بيمهد الأرض إلى مرحلة الرئيس الأمريكي رقم 47 نمرت واحد لما ترجع ليه عشان نرجع بأمريكا لـ 2015 ترامب لغى الاتفاقية اللي كانت عملها أوباما مع إيران اللي هي الخاصة بالسلاح النور لأن هذه الاتفاقية كانت غير راضية عنها كطاع كبير جدا في الدول العربية وفي نفس الوقت إسرائيل كانت غير راضية عن هذا الموضوع نظرا لتساع رقعت ونفوذ إيران في منطقة الشرق الأوسط عن طريق ماليشياتها اللي انتشرت في المنطقة وأزروحها المتنمية في الضارة لما حصل الاتفاق اللي هو النموي ما خدش فيه اعتباراته الأوضاع الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وأطلق يدي إيران في المنطقة وكان واضح لما شفنا في نهاية عصر ترامب أطلق النار على قاسم سليماني قاسم سليماني ده كان هو صانع الأعاد وصانع الأزرع الموجودة في المنطقة لما تشوف الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط من 2020-2023 في غزة وثم انطقت للبنان ثم توسعت في إيران وانضم الألحاوسيين وموجودة في سوريا كلها مع الأزرع الإيرانية اللي في المنطقة واضح تماما أن نتنياهو كان بيستهدف في هذا الحرب لا يصرف أعلام إسرائيل على البلدان العربية لما شفنا عمل خطأ بسيط في مارون الراس وسحبه على طول لما حط العالم الإسرائيلي على المنطقة لما شفنا أن نتنياهو دخل اخترج غزة ودمرها على الأرض نهائي ما رفعش الأعلام الإسرائيلية في غزة يعني رفع الأعلام النصرية على رفح على المعابر على بعض الموجود وما قالش أنه هو هيحتل قطاع غزة إلى مدى نهاية غير اللي يحتل اليميني بيتكلم على أنه هم مش هيخرجوا من غزة ومستوطنين والكلام ده كله لكن لم تظهر من نتنياهو بوضوح جديد جدا أنه هو هيستمر في حكم القطاع غزة هو كان الهدف الاستراتيجي اللي احنا شفناه خلال سنة ونص كان واضح أنه هو استقصار الأزرع الإيرانية من منطقة الشرق الأوسط وأعتقد أنه نجح بعمف شديد وبهمجية شديدة جدا في ضرب حماس وفي ضرب حزب الله وأصبحت عمليا هم خارج الإسراء أنا بتصور أن الطورات اللي بتحصل في الشرق الأوسط هي خطيرة جدا بتمهد إلى أن في حرب واسعة بين إسرائيل وإيران في حالة أن السيد ترامب وصل إلى الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية احتمالات الحرب هتبقى كبيرة جدا في هذا الموضوع لو استمر السياسة الإيرانية على ما هي عليه واستمرت حالة الأزرع واستمرت حالة التدخل ونتنياهو عنده شهية جامدة جدا إلى استقصال الأزرع الإيرانية الأزرع الإيرانية وضرب السلاح النبوي الإيراني لو هنا ده بوضع واضح لكن أنا بس على الشرق على أوروبا ما أعتقدش أن فيه تغيرات كتيرة مع ترامب لأن المؤسسات الأمريكية الكبيرة الحاكمة في المجتمع الأمريكي هتمنع أي شيء يأثر في الناتو وكل التحديل بتقول أن يظل الأوروبيين بيراعوا المصالح الأمريكية أكتر من المصالح الأوروبية بتبص بقى على الحرب الأوكرانية أنا بتصور أن ترامب حيوضح حد للحرب في أوكرانيا بشكل حاسم وسريع عن طريق تحقيق مصالح بوتي أوضع في الصين يعني ما فيش يعني اتنين الصين بتنظر إلى ترامب وكمالا بنفس النظرة اللي موجودة ده بشكل سريع جده للوضع في الشكل الأوسط